بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لموضوع الإجهادات في الصيل اللي هو شبطة فوق من صيل ميكانيكس أو كورس صيل ميكانيكس المخصص لقسم الهندسة المدنية المستوى السابع النهاردة هناخد الجزء الخامس وده موضوع جديد اللي هو الإجهادات الزائدة على الطربة يعني إيه الإجهادات الزائدة على الطربة إحنا عندنا الطربة هي صح؟ النقطة اللي موجودة على الطربة تحت دي اللي هي على عمك مثلا زد مبدئيا عليها من غير ما أبني عليها أي مباني أو يحصل هبوط في منسوبة المياه الجوفية أو يحصل أي تغييرات عليها إجهادات الإجهادات دي ساعت بيسموها أو الضغط اللي موجود على الطربة وده عرفنا نحسبه المرة اللي فاتت لو فيه سيبيتج أو ما فيه سيبيتج أو خلافه لكن هو السؤال دلوقتي بقى لو أنا جيه جبت إجهاد حطيته على الطربة من فوق هنا هو تأثيره إيه على الطربة من تحت هنا هو هل قيمته هي هيها تحت؟ لا طبعا الموضوع مختلف هنشوف إيه الحالات اللي هي مقررة عليك السنة دي إزاي أجيب تأثير إجهادات موجودة فوق على سطح الطربة عند نقطة على عمك زد من سطح الطربة إزاي أجيب الإجهادات إزاي ده فأول حالة لو أنا عندي الحملة ده حملة ماله مركز عشان أجيب الحملة المركز دوت موجود حملة أي حملة مركز عمود مثلا واقف فوق هنا بيأثر عند النقطة هنا هوت على عمك مين؟ زد واضح؟ عشان أجيبه بعمل إيه؟ قانون دلتا سيجمة بتساوي كيو على 2 باي فيه 3 زد تكعيب على 2 باي فيه أرتر بيع زائد زد سكوير الكل قس خمسة على مين؟ على اتنين وفيه عالم تاني قال لا ده هي 3 كيو على 2 باي في زد سكوير في كوزاين قس خمسة ثيتا إيه هي ثيتا ديت؟ ثيتا هي الزاوية بتاعت اللي بيتميل بيتاعت مين الار دو وفيه واحد اسمه بوزنيسك ريح الدنيا خالص وده اللي هنشتغل به دلتا سيجمة قال بتساوي كيو على زد سكوير يعني اسم كيو على زد سكوير واضربها في حاجة اسمها ان بي ان بي دوت رقم انت هتجيبه من الجدول اللي قدامك بتاع بوزنيسك هنا على حسب الار على مين؟ على الزد بتاعتك فين الار وفين الزد؟ لو تبص كده الار بتاعتك اللي هي ديت شايفة؟ اللي هي حتة دي والزد اللي هي ديت فانا بقسم الار على الزد أخش على مين؟ على الجدول ده أطلع قيمة مين؟ الان بي يبقدر أجيب تأثير الدلتا سيجمة عايز بس أقول حاجة قبل ما أنقل فيه الجزء التاني خلي بالك التأثير ده بيبقى قيمته الكبيرة فين؟ موجودة هنا يعني عند النقطة دي لكن كل منزل تحت تأثيره بيحصله ايه؟ عمال يقل 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 كده يعني كل ما بنزل تحت تأثيره بي ايه؟ بي يقل لازم تخلي بالك من النقطة دي طيب إن شاء الله هنبتدي ناخد أشكال تانية للأحمال اللي فوق سطح الأرض ونجيب تأثيرها أو نتيجتها عند عمق زد شكرا